موسيقى اهلا بكم مشاهدي قناة سي بي سي وحلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا النهاردة هيكون معنا فقرات كتيرة جدا هتفتكوا وتفيد كل الأسرة وهنتكلم في كل التخصصات الطبية وكمان هنجاوب على أسئلتكم وكمان استفساراتكم وخلونا النهاردة نبتدي فقرتنا بالنصيحة دي طبعا فيه نصايح كتيرة وتحذيرات عشان نواجه موجة التقس الحار وبما أننا نحن في أيام الحر وفي عز الصيف ففيه شوية نصايح لازم نتبعها للقبار وكمان الصغيرين بس خلونا الأول نبتدي بكبار السن أنهم لازم يشربوا سوايل كتير جدا على قد ما تقدروا علشان يتجنبوا الجفاف اللي بيكون دايما موجود عند معظم كبار السن كمان اختيار ملابس مناسبة عشان تمنع الاحتكاك الحراري ومن الأفضل أنهم يفضلوا في البيت وقت الظهر وكمان يكلوا أكبر كمية من الأطعمة الصحية والمرطبة هنقول مثلا زي الفراولة والبطيخ والكرافس وغيرها كتير أما بالنسبة للأطفال وبما أنهم أكتر فئة بتتأثر بالحرارة العالية فيفضل أننا نمنعهم من التعرض المباشر لأشعة الشمس وكمان الخروج من البيت في أوقات الحرارة العالية إذا كان طبعا الخروج ضرورة فلازم أن نخلي بالنا جدا أن نلبسهم ملابس قطنية وكمان يشربوا سوائل كتير من فترة إلى التانية وطبعا أكيد منصبهمش في العربية حتى لو كانت ماركونة وخصوصا في وقت لما تكون درجات الحرارة العالية وفيه طبعا أكيد معنا نصايح تانية كتيرة وأهمها أننا لازم نلتزم بها أن نلبس قبعات فوق اللي بتحمي راسنا من أشعة الشمس خصوصا الناس اللي دايما بيشتغلوا أو شغلهم تحت أشعة الشمس عشان كده لازم نختار الملابس اللي بتكون خامتها خفيفة ووسعة وكمان مريحة في الحركة وأهمها كمان النصيحة اللي دايما بنتكلم عنها أننا نشرب كيميات كبيرة جدا من السوايل خصوصا الميا ونقلل من المشروبات اللي بيبقى فيها دايما كافيين أو سكر لأن معروف أن المشروبات اللي بيبقى فيها سكر وكافيين بيديك دايما إحساس بالعطش وعشان كده ونواجه إزاي نواجه الدرجات الحرارة العالية معنا على التليفون الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقا أهلا بك يا دكتور أهلا بحديثا دكتور إحنا عارفين بما أننا بنمر بموجة حرة جدا يعني إحنا عايزين نعرف إيه أهم النصايح اللي ممكن تقدر تساعدنا عشان نبتعد أو نواجه درجات الحرارة العالية وطبعا انت حاجة تفضلتي وذكرت معظمها في كلامك دلوقتي آآ أنا بس بأضيف إلى كده إن إحنا فيه ثقافة غايبة عننا شوية لازم نجعلها تاني وهو موضوع الشمسية الهد أنا لما بمشي في الشارع لو معايا الشمسية الصعيرة وبستخدمها دي هتحميني بشكل كبير جدا من تأثير حرارة سواء على الجلد أو الموضوع ضربة الشمس فقريتو إحنا ماشيين يبقى معانا الشمسية دي هاتي كمان آآ طبعا آآ الليبس يبقى قطي زي معاك قلتي بس أفضل لول قضية بزات سميها كسعارة أو القلوة للفتحة يعني آآ يعني لبني لموني خلال دا كده كمان فيه عادة مهمة قوي لازم نبطلها بمصرين كلهم بيعملوها لأسف إنه هو موضوع الاستحمام بالمية الففرة والدافية آآ إحنا في هذا الجو عايزين نرطب الجاسم فأنا مش معقول أبقى ديني حر وبعرق وبعدين أروح في حبة مية سخنة فده بيجيب نتيجة عدة لازم مية ساعة طب إيه آآ آآ اتفضل تمام فدي بتحميني من الإصابة بحمل نيل يعني طبعا إحنا من أكتر المشاكل اللي بنشوف اللي من دول موضوع حمل نيل نتيجة طبعا مش بس الحر الرطوبة عالية فالعرق ما نتبخرش بتفضل الغدد العراقية معه تفضل بالعرق بالقبلها حرفيه فبالسبب بإنتهابات شديدة أوي خاصة الأطفال إليها حمول نيل دي إحنا نحمي إزاي الأطفال والكبار منها دي ما قلت آآ الاستحمام بالماء البارد دايما وأنصح بصابون الكليترين دايما لأنه صابون آمن نستخدمه برضو في الحموم حاجة التانية موضوع شرب المية إحنا بننصح بتقريما يعني بشرب تلاتة لتر في اليوم متوزعين على اربع عشر ساعة آآ في ناس اللي عايز تقولي احنا بنصح بشياء وكده لا انا مش عايز مشروبات دافية انا مش عايز نسخن الجسم دا انا عايز أبرد الجسم فهنا نصح بالماء وتبقى آآ متوزع على مدار اليوم تلاتة لتر السلطة الخضرة أيضا في متاحة الأهمية لأنها طبعا مش بس حسنا خطر الترتيب ويتم فيها كم من المجتمعات اللي احنا محتاجينه في هذه الفترة انا بشكرك جدا يا دكتور مرتي جدا لحضرتك آآ دكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقا بشكر لحضرتك جدا وطبعا هنكمل حلقتنا بس بعد الفاصل موسيقى 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 أمراض القلب بتعتبر من أكثر الأمراض انتشارا على مستوى العالم واللي بيتضاعف حدد المصابين بيها سنويا بتكون شريحة كبيرة جدا من المصابين عندهم تساؤلات كتير فيما يتعلق بكيفية العلاج وهي مثلا إيه نوعية العلاج المناسب لحالتهم هل الجراحة ولا الأدوية طب لو كان العلاج جراحي هل معنى كده أن بعد الجراحة بيتم الشفاء تماما من المرض ولا لا وهل العلاج بالأدوية بيكون فترة مؤقتة ولا دائمة أسئلة كتير محتاجة لدكتور مختص للرد عليها بشكل وافي وإصال الصورة كاملة لكل مريض بالقلب في البداية خلوني أرحب بديفي أستاذ دكتور جمال سامي أستاذ جراحة القلب بكلية طب جامعة عين شمس برحب بيك يا دكتور أهلا يا فننا منورنا يا دكتور أشرف لي ساعدنا جدا بوجودك مع عين بسي يا فننا خلينا يا دكتور نسأل سؤال ناس كتير قوي قوي بتسألوا مريض القلب هل مرض القلب بيكون مصاحب ليه طول حياته ولا ممكن الشفاء منه وبيعيش حياته عادي ولا إيه القصة بالزبط وأمراض القلب بأنواعها كمان بقى السؤال كبير شوية فلو بسا حصرناه علشان حتة نواية يشفى منه يعني المرضى بتوع مثلا دي بتعشرين بتجاية دي الشرينية تجاية ده هوت بيبتدي الترسب بتاع الكوليسترول والدهون فيها مش من الفترة اللي بيبان بيبتدي من قابليها بشوية يمكن عشر اخمستاصر عشرين سنة في الفترة الانسان فيها مش واخد باله قاعد بيأكل زي ما هو عايز ويشرف زي ما هو عايز وما يلعبش رياضة في الفترة دي بيكون الشغلانة دي شغالة فيه على ما بيبتدي يبان بيكون قردي حصل فيه ترسب جامد وحاجات صعبة جدا ان هي تختفي في يوم وليلة انما بالعلاجات اللي موجودة دلوقتي نقدر ان احنا نخلي المريض يرجع تاني لحياته الطبيعية ومع الأدوية اللي تمنع ترسب كليسترول اكتر والأدوية بتاعت السيولة نقدر ان احنا نمنع اي تطور للمرض اكتر من كده فهنا جمعنا الحاجتين العلاج الجراحي او التدخلي مع العلاج الدوائي عشان في الاخر خالص نقدر ان احنا نعيش حياة زي اللي اقرانه بيعيشوها ومع عندهمش نفس المرض صحيح طبعا بتوفيق ربنا يعني ان شاء الله فالجواب بتاع السيولة طبعا ممكن الناس بتوعي المثلا عندهم صمامات لو هون عندهم تلف خفيف في الصمامات وقدرنا ان احنا نعرفه بدري نقدر ان احنا نديلهم حاجة تمنع تطور الحمى الانتجزمية عندهم بحيث ان الصمام ما يبصي اكتر من كده ولو جوم في فترة ان الصمام خلاص باز ولازم نوعه يتغير الصمامات الجديدة اللي موجودة دلوقتي السواء الصناعية او الطبيعية بتدينا فترة يقدروا يعيشوا فيها حياة طبيعية طويلة برضو زي بقية الناس اللي اقرانهم ولو الصمام يحتاج ان هو يتغير ممكن ما نغيروش حتى بالجراحة دلوقتي ممكن نغيرو عن طريق الاساطر من غير ما يعمل جراحة للمرة التانية طيب اللي فهمته من كلام حضرتك يا دكتور انه لازم يعني المريض يبدأ يعالج نفسه بدري شوية قبل ما الوضع يتطور في الحالة دي يقدر ان هو يتعالج من مرض القلب ويقدر ان هو يعيش حياته عادي صح كده؟ صح؟ ونقدر نضيف عليها ان احنا نتنبأ ودك حيكون الطب بقى بتاع القرن اللي احنا فيه او اواخره والقرن اللي بعدين احنا نتنبأ ده حيحصل له ايه؟ وده حيحصل له ايه؟ بحيث ان احنا نبتدي المنع او السيطرة على الحالة من قبل طب هيه؟ ما يحصل التلف اللي موجود ده هو يعني بس يعني دلوقتي لو واحد مثلا عنده شرايين تا جاية ابوه كان عنده والدته كان عندها وهو عنده سكر ده معرض ان تحصل الحكاية دي فانا ممكن ابتدي اشتغل عليه بدري شوية بدل ما عد استنى لغاية لما يبتدي يشتكي يعني لو الوالد او الوالدة او الخال او الخالة او العم في العيلة القصة دي ماشية وفي سكر كمان موجود لان الناس دي لازم اخب بالي منهم كويس قوي واقدر ان انا اشتغل عليهم بدري عشان امنع تطور الحالة عندهم اوكي خلينا اتكلم يا دكتور عن حاجة برضو يعني منتشر قوي والناس بتلجأ لها بدل العمليات الجراحية في بعض الاحيان الدعمات قلينا بقى بالضبط امتى المريض بيحتاج ان هو يركب دعمات للقلب عشان اقول لحدك التاريخ ان الجراحة كانت موجودة الاول قبله الدعمات بكتير صحيح يعني زمان لما كان حدي عنده ديء في الشرايين كان العلاج يقيمة علاج دوائي يقيمة حيعمل جراح قلب مفتوح الدعمات جت بعد الجراحة ما كانت طلعت وبقت استابلشت وكده ولغاية دلوقتي على فكرة الجراحة ما تغيرتش كتير عن الجراحة اللي كان بتتعمل زمان يمكن اللي اتطور في الجراحة الامان بتاعها بقى اكتر من زمان انما الجراحة كانت ولا زلت هي بنسميها المعيار الدهبي اللي بنقارن عليه الحاجات التانية صحيح لما طلعت الدعمات طلعت الاول على هيئة اللي هي البالونز صحيح اللي بيجيب بالونة ويفتح الديء اللي في الشرايين وما كانش فيه لسه دعمات لقوا ان نسبة الديء بترجع تاني لان جدار الشرايين بيرجع يقفل تاني فابتدوا يفكروا طب احنا بنعوا انه يقفل ازاي طب نحط حاجة تسنده فميمكن ساعتها بص مثلا على السوستر بتاعت القلم الجافية الدعمة ازاي الشابة سوست القلم الجافية صحيح فقالك تم احنا ندخلها وتسند الجدار بتاع الشرايين وبعدين ابتدوا يلاقوا ان هي برضو بتقفل فابتدوا يفكروا ان احنا نحط معها ادوية سيولة وبعدين ابتدوا يفكروا ان احنا نحط فيها نفسيها ادوية والتطور اللي بيحصل في الدعمات تطور مرعب لدرجة ان العلاج الاساسي دلوقتي مش الجراح العلاج الاساسي الديق للشرايين هي الدعمات لانت لما بجيه اي واحد عنده ديق في الشرايين وتقولي له تعمل الديق ده بالدعامة ولا نعمل لك جراحة اي حد في الدنيا طبعا بما فيهم انا هيقول لا اللي خلينا افتح صدري انما برضو الحتة دي فيها مش سهلة او ياخد القرار فيها بالطريقة ديت يعني صحيح اه فلو قلنا ان في واحد عنده كذا شريان ديق او الشريان الرئيسي ديق وعنده كذا حتة تانية ديقة وعنده سكر ده على الورقة والقلم كده وبالقواعد العلاج الاساسي ليه جراحة قلبي واحد الا اذا كان الديق اللي عنده ديق في حتة واحدة والشرايين حجمها كويس فممكن ان انا احط له دعامة في كذا شريان انما المهم ان المريض يبقى عارف الحكاية دي ومتعلم ومدي انه حرية الاختيار يعني الدكتور اللي بيشوفه الاول ما يجيش يقول له انت عندك اربع شرايين او عندك خمس شرايين وانا ممكن اخش احطلك فيهم دعامات دلوقتي انا نايم في قط الاسطرة وصدري في دعاء فيها اسطرة جوا وبعدين واحد جاي يقول لي انت عندك كذا 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 اعمل لك كذا ولا ابعتك جراحة ما تعمل لي كده ما انت موجود دلوقتي صحيح فلازم نفهم المريض كويس قوي ان عنده اختيار تاني غير الدعمات ليه لان الغاية دلوقتي مع كل التطور اللي حاصل في الدعمات النتاج بتاعتها على المدى الطويل من زي الجراحة صحيح الجراحة مع تقل دمها وان قعد في مستشفى وفي جرح وممكن يكون في وجع يعني قصة من زي قصة الدعمات انت بتعملوا الدعمة ممكن تراحي يوم ميها بالليل او تاني يوم الصباح بصة لطيفة جدا انما لغاية دلوقتي النتاج بتاعتها على المدى الطويل من ناحية ان هي تفضل مفتوحة من ناحية فرصة المريض ان هو يعيش زي بقيت اقرانه من ناحية ان هو ما يحصلوش اي حدثة تهدت حياته اقلب كتير جدا من واحد زيه عمل جراحة صحيح منطقي لازم الناس تعرف الحكاية ديت وإلا حابقانا ما بديهمش حقهم لاني يجي يقولك انت ما قلت ليش ليه بالزبط طيب علشان نتاليش بقى اي مشاكل تحصل في الدعمية يا دكتور ان هي لا قدر الله تتسد او الشرياني قدر يرجعي اتزاق تاني او الكلام ده المفروض المريض دي يعمل المتابعة بتكون ازاي مع الدكتور لازم نتابع الحاجات ونقضي على الحاجات اللي كانت من الاول السبب ان الشريان دي دقت اوكي يعني مثلا لو الكوليسترول عالي بنبتدي ناخد ادوية بتاعة الكوليسترول بنبتدي نوقف التدخين بنبتدي ناكل اكل صحي كل دي حاجات نقدر ان احنا نعملها زائد الادوية يعني نقضي على العوامل المساعدة السكر حاجة مهمة جدا أنه يتعالج مش عيب أن أنا يكون عندي سكر إنه ملعب أن السكر ده ما يكونش متزبط واللي بيزبط السكر أكن ما عندهوش سكر يعني زي الأرقام بتاعته ترجع زي الأول ده بيعيش حياة طبيعية تماما من غير أي مشاكل مهمة جدا أنه في ناس كتير بتهمل في النقطة زي ده يعني واحد يقولي أصلا السكر تعمل بتزبطش يعني إيه السكر تعمل بتزبطش مفيش حاجة سبقى السكر فيه بتزبطش الأدوية اللي أنا هاخدها عشان توضطه الكوليسترول الأدوية اللي أنا هاخدها عشان تديني نوع من السيولة عشان يمنع أي ترسبات في الدعامة الأدوية اللي بتعالج الضغط الضغط ده عامل زي حاجة بتوعه يعني تنخور في جدار الشريان عشان تبوزه فلازم الضغط ينزل للمستويات الطبيعية بتاعته دي الحاجات اللي نقدر نعملها علشان ما نشوفش الدكتور للمرة التانية بشكرك جدا يا دكتور نورتنا وأسعدتنا بوجودك معينا النهاردة وفقرتنا طارت معاك هوا بس وعدنا إن شاء الله بفقرات أخرى نستكمل فيها معلومات أكتر لمشاهدين إن شاء الله يا فعندما تحت أمرك في أي وقت وأنا سعدت بلقاها مش سي يا دكتور أنا أسعد كان معينا النهاردة ضيفي أستاذ دكتور جمال سامي أستاذ جراحة القلب وكلية طب جامعة عين شمس ولمزيد من المعلومات والاستفسارات وفكركم بزيارة صفحتنا صحتك بالدنيا على الفيسبوك هنطلع فاصل صغير ونرجع تعين كامل فقرتنا جهازنا المناعي هو المسؤول الأول عن الوقاية من جميع الأمراض وضعفه لمسببات عديدة أهمها نقص بعض المغزيات من معادن وفيتامينات خصوصا الزينك والنحاس واللي يقوموا بدور مضعف لما بيجتمعوا مع بعض وبيقوي كل واحد منهم تأثير الثاني في عملية رفع المناع بالإضافة للزينك والنحاس فيه كمان فيتامين سي اللي ليه دور مهم في تقوية المناع عشان كده بننصح بتناول مكمل قلب مالتيفيت المكمل الأشمل والأقوى واللي بيحتوي على أهم 13 عنصر بيحتاجهم جسمك وده لأنه بيغطي احتياجك اليومي من الزينك واللي بيقدر بحوالي 24 ميلي جرام تقريبا بالإضافة للنحاس اللي بيعمل كداعم قوي للمناعة كمان بيحتوي على 500 ميلي جرام من فيتامين سي قلب مالتيفيت 6 فوايد في قرصة واحدة دكتور حسامة ديب استشار الروماتيزم والأمراض المناعية اهلا بكم مشاهدينا في فقرة جديدة من ساحتك بالدنيا كتير مننا بيحس فجأة بنغذى أو وجع في منطقة القلب في ناس طبعا كمان بتنهج من أقل مجهود وبتحس أن ضربات قلبها دايما سريعة من هنا بقى فيه اللي بيهتم ويسأل وفيه طبعا اللي مش بيدي الموضوع أي أهمية وعلشان كل سؤال دايما بنسأله بنحتاج دايما أننا نعرف إجابته من شخص موصوق فيه معنا النهاردة دكتور جمال شعبان عميد معهد القلب القومي سابقا في صحتك بالدنيا هيجاوب على كل أسئلتكم الخاصة بالقلب اللي جات لنا على صفحة البرنامج أهلا بحضرتك يا دكتور أهلا بحضرتك وأنا بتشرف وجودي في هذا المنبر التوعوي الرصين اللي بينشر الثقافة الصحية على وصوص علمية وشرف لنا طبعا حضرتك معنا النهاردة وهتجاوب على كل أسئلتنا كتير طبعا ناس بتسأل عن موضوع القلب خصوصا إحنا بقى فيه موضوع يعني مرتبط أو علاقة بين القلب والكورونا زي ما إحنا عارفين فحابين يعني من حضرتك أن تجاوب على كل الأسئلة اللي جات لنا النهاردة معينا أول سؤال من أم رؤية بتقول لو سمحت يا دكتور أنا عندي تدخم في عضلة القلب وكمان عملت عملية رامين واكتشفت بروتين مترسب على عضلة القلب عايزة تعرف إيه علاجه وهي بتقول عندها عشرين سنة متزوجة صغرة جدا مبدئيا يعني على لحصل لها ده يعني هو ده مرض يعتبر نادر شوية مرأية معلش يعني ربنا ياويكي وجود بروتين في عضلة القلب ده هيعمل نوع من التدخم وهيبدأ بالوظيفة الانبساطية بصليه القلب بيفقد المرونة بتاعته فممكن يعمل أعراض بالضبط زي هبوط القلب في بفينة هجان والجسمها يورم وكده فلازم تتابع بالموجات الصوتية كل شوية تشوف كفاءة عضلة القلب وحجم الحجرات بتاعت القلب الوزين الأيسر والأيمن والبطين الأيسر والأيمن ووظيفة القلب الانقباضية الانبساطية لابد أنها تحتاج لازم تقلل الملح قدر الإمكان عشان الأملاح والمخليلات ده ممكن تزود لها أعراض هبوط القلب لو بيحصل عندها اختلال في كهرباء القلب وزبزبة وزينية أو طباطو في نبض القلب هيتحدد نوع لعلاج الكهرباء للقلب معلش هي الحالة دي مزمنة شوية يعني ما لهاش حل نهائي هنفضل مدى الحياة كل ما تظهر حاجة من مضاعفات تدخم العضلة هنعلاجها سواب العلاج الدوائي أحيانا يمكن نحتاج تدخل بالأسطرة نعمل مثلا كي البقرة لو ظهرت ويمكن نحتاج نزرع جهاز منظم كهرباء للقلب أو صائق للقلب فالحالة دي حالة مزمنة أعراضها مستمرة فيه ناس بيتولدوا بيها باستعداد وراسي وفيه حالات غير معروفة السبب بيصابوا بتضخم العضلة دون معرفة السبب يعني الساعة بتبقى وراسية ساعات وراسية بس أنا بيهمني زي ما حالك قلت في المقدمة الوقاية من أمراض القلب يعني الحاجات اللي الواحدة هيتولد باستعداد وراسي يمكن لغاية دلوقتي العلم ما وصلش الدرجة انه هيغير مثلا الشفرة الجينية فيمنع حدوث المرض لكن يمكن في المستقبل القريب يحصل لكن فيه حاجات في ايدينا نقدر ان احنا نعملها عشان نقلل نسبة حدوث أمراض القلب والذات في الصغيرين يعني اللي هو عنده تاريخ هائلي مثلا حد في العيلة الوالد الوالدة الأخ الكبير عنده مرض في القلب أو عنده ضغط في الدم وياخد على أجل الضغط أو عنده سكر وراسي لازم يعمل تحاليل السكر ويعمل تحاليل الكوليسترول ويسي الضغط بتاعه باستمرار ويمكن يحتاج يعمل رأس مقلب اللي عنده تاريخ مثلا واحد في العيلة مات صغير أو مات فاجأة برضو يحتاج يعمل فحوصات مهم الحاجات دي تبقى يعني معي برضو سؤال مهم جدا خصوصا أنه بيتكلم عن اللقاح الكورونا بتقول دكتور جمال طبيب القلوب يعني بتمدح في حضرتك ببداية اللي بتقول لو سمحت بالنسبة للقاح الكورونا أنا عندي دي في الشرايين التاجية هي بتسأل بقى أخذ اللقاح ولا لأ عشان هي خايفة من الأعراض الجانبية أنا بشكرها على الوصف طبيب القلوب أنا حب بقى خادم قلوب المصريين بس طبيب القلوب برضو اسمها حال بقصة ست الكل هو اللقاح آمن وفعال برضو عشان فيه حرب ضد اللقاحات غريبة جدا وأنا بقول لكم اللي هياخد اللقاح إشعاعات كتيرة وبتنزل فيديوهات ونزلت في برامج وللأسف وسعات ناس مسقفين وناس متعلمين وبعض الدكاترة اللي ساهموا بطريقة سلبية فيه أنهم ما ياخدوش اللقاح فبالتالي خلوا الناس تخاف اللقاح آمن وفعال وبدليل أن حوالي نص انجلترا يمكن ستين في المية يعني أتموا للتلقيح وعشان كده أول بلد فتحة الملاعب وتفتح كل حاجة اللقاح فعال وآمن نفسي كل اللي سجله يروح ياخدوا اللقاح حتى اللي عنده الشرايين التجاهزة لأخت السائلة هم كلهم يقول لك اللقاح أسرى بيعمل جلطات اللقاح الصيني مش فعال مفيش لقاح هيدخل مصر ولا تجيزه الجهات السيادية المصرية بدون ما يمر باختبارات الفعالية والأمان فلازم تبقوا متطمنين جدا أن اللقاح فعال وآمن كون فيه أعراض جانبية مفيش حاجة في الدنيا ملهاش أعراض جانبية أي دوة في الدنيا له أعراض حقيقية وتأثير حقيقي لازم يبقى له تأثير جانبي الحاجة الوحيدة اللي ملهاش أعراض جانبية يبقى ملهاش تأثير فعلي يبقى أنت بتاخد بمبون بقى أو شوكولاتة بقى تقوتها كده فمهم جدا أن أنا أبدا داخل فحالتها هتاخد اللقاح حكاية الشرايين التاجي بالعكس ده أنت لازم تخديه يعني مرضى القلب مرضى الأمراض المزمنة لعدهم السكر الأمراض المناعية دول أكتر ناس هيبقوا محتاجين ينشطوا المناعة عشان المضاعفات بتاعة كورونا في الناس دي عالية جدا واللي خايفين منه الجلطات بقول لهم نسبة الجلطات في أسترازينيكا يعني مثلا لا تتعدى الخمسة في المليون والجلطة المؤسرة قوي واحد في المليون بينما الجلطات في كورونا إذا يصب بكورونا تتعدى نسبحها أكبر بكتير أكبر بكتير جدا ممكن تصل إلى خمسة في المية والقاتلة ممكن من واحد إلى اتنين في المية يعني من واحد في المليون لواحد في المية فنسبة عالية جدا فهتقول لي طوانا مش ضامن أيه مش ضامن لكن أنت مريض ومريض مرض مزمن ومهمتش ضامن تجي لك العجوة بالضبط فأنت يعني مهما عملت إجراءات احترازية خد بالسبب الإضافي في الوقاية اللي هو اللقاح أنصح ومن خلال البرنامج بتاعك يا ريت اللي سجل اسمه وتم استدعائه ما يجيش في آخر اللحظة لأننا السؤال ده بيجيلي كتير حتى على الخاص على سواء الواتساب أو على الفيسبوك يقولوا لي إحنا النهاردة المعاد بتاع اللقاح ومترددين قل لنا كل ما تشجعنا أقول لهم لا إنزلوا وتوكلوا على الله وفي ناس بعد ما تروح يجي يقولوا لي شكرا يا دكتور خدناه وإحنا كويسين فأنا بشجع الناس أنا أخذته صراحة وما فيش أي أعرض زي ما الجرع الأولى واللي ياخد الجرع الأولى برضو ما يوجدش كفاية لا لا يستنى يشوف إذا كان فيه ثلاث شهور في حالة أستر أو أسبوعين في حالة الصيني ولما تظهر اللقاحات اللي هي النوعية الجديدة برضو يمشي حسب البروتوكول اللي الوزارة هتستخدمه والحقيقة الاستدعاء بيتم بطريقة يعني عشوائية إلكترونية تيش فيه أي وسائط لأي حاجة فاللي بيكون فيه عوامل الخطورة عالية أو سن أو من حالة مرضية بيبقاله الأولوية محمد برضو بيقول الصدمة الكهربية الزبزبية خطر وهل لها مضاعفات بعد الصدمة ولا ممكن تعيد القلب إلى دقاته صحيحة أو الطبعية ده سؤال متخصص جدا ده علمي أولي فاهمني الأول يا دكتور إيه الصدمة الكهربائية الزبزبية آه بالضبط فيه ناس بيجي لها ضربات قلبي سريعة هو القلبي في الطبيعي مثلا وإحنا عاديين كده أنا وحضرتك لو هنقسي النبضة المفروض الطبيعي يبقى من 60 ل 99 100 فأعلى يبقى فيه تسارع أحاول أدور على السبب بتاعه ممكن يكون أنيميا إرهاق توتر شارب قاوة وشاي زيادة النهاردة ما نمتش كويس متخان قبل ما جي فدي حاجات فيسيولوجية وساعتي يبقى حاجات مرضية حلل صورة الدم ملاقيه المجلوبين بتاعي 8 ولا 9 يبقى ده اللي مسرع على مرضات القلب أو الوضع الدراقية نشيطة أو هفطة هتلخبط إيقاع القلب لكن فيه ناس عندهم بقى بتبقى بقرة كهربية أو ضفيرة كهربية بتوصل القلب 180 و190 وهو قاعد كده فجأة إلى قلبه بيعمل كده يقول لقلبه هيفط من سدري ده صاح ده كويس ده فيه ناس بقى بيتسارع لدرجة أنه مش هيضر يتكلم بيجي له هبوط بقى وشبه إغماء والحواليه اللي بيشوفوه وينعلوه بسرعة ساعات لو الضغط واطي مفيش رفوهية إن أنا عاود أركب كانو لا ودي داوة واستنى لا فيه جهاز اللي وديسي شوك جهاز صدمات كهربية بنعمل صدمة كهربية خارجية فدي بترجع القلب اللي بنتنا الطبيعي بتعمل تلف لا ما بتعملش تلف في القلب ولا حاجة ده بتنقذ الحياة وفيه أجهزة صدمات في البلاد المتقدمة بس ما لهاش مضاعفات زي ما هو بيه لا ما لهاش مضاعفات ولو كان السبب حاجة من البطين لو كانت الزفزبة من البطين أحياناً بضطر إن أنا أزرع بقى البطارية اللي بتدي الصدمات لأن أنا المرادة ربنا كرمك والحي تتروح المستشفى وتتلحق طيب إذا تكررت وكانت خطيرة وبردو كده فمش هتستنى بقى لما تروح المستشفى بنزرع إحنا بقى الجهاز اللي هو بطارية هنا متوصلة بكيبل زي الشعرة يوصل لغاية القلب ويددي الصدمة من جوه ففيه أجهزة صدمات دائمة غير اللي هي الصدمات المؤقات اللي بنديها في الطوارئ أو اللي عنها المركزة هو الأسئلة كتيرة جداً يا دكتور بس أنا عايزة قبل ما نهي طبعاً الفقرة حبة من حضرتك تقول لنا إيه الأعراض الخطيرة أو اللي هي زي منبهات تقول لنا إن فيه خطر في القلب إنه لا هنا أول ما تحس بكذا لازم تروحي للدكتور فوراً إيه الأعراض اللي هي ممكن تكون خاصة بالقلب يعني قبل ما نوصل ده سوال جميل جداً إنه يمكن أهم السؤال في الحلقة إن أنا ما استناش لما يعني أنا أدور على نفسي بعد سنة 40 لازم أشوف الضغط والسكر والكوليسترول وأهتم بالوزن بتاعي وبطل التدخين وبطل الشيشة والحاجات العادات السيئة وخص وظبط أكلي دي حاجات أساسية في كل واحد اللي هيجي له وجع جامد جداً مش متعود عليه مصحوب عرق في منطقة الصدر ده لازم أعتبر ده قلبي لأن يثبت العكس اللي الخفقان بيحس بنبض قلبي سريع جداً لازم تدور عليه ساكن في الدور الخامس وبطلع عادي دلوقتي من الدور الأولاني بنهج وسدر بيزيق لازم تدور على الألب فإنهجان الخفقان الوجع إغماء متكرر ده أنا لو قمت بقى ها خلاص يبقى لازم أدور على الألب دي أهم أعراض جانبية ويمكن يبقى فيه فرصة إن شاء الله في فقرات تانية أنا أشترح نجد بتفصيل ده أكيد يعني حضرتك دايماً مشرفنا ودايماً تديني أمل والحمد لله أن ربنا مديني على الأقل يعني منبهات تقولنا أنه فيه خطر وزي ما حضرتك قلت لازم نروح للدكتور والتشخيص المبكر طبعاً مهم جداً فعشان كده لازم تشرفنا تاني يا دكتور شرفتنا يا دكتور وإن شاء الله طبعاً أكيد لازم نشوف حضرتك أكتر عشان تدينا أمل وتقولنا أنه لسه فيه أمل حتى لو كانت الحالة أكيد ضعيفة أو الحمد لله العلم دلوقتي تقدم وكل شوية بنسمع عن حاجة جديدة وعلم جديد وحضرتك دايماً بتفيدنا أكتر فبنشكر حضرتك لوجودك معينا وبشكر دكتور جمال شعبان عميد معهد القلب القومي سابقاً وكده تكون خلصة فقراتنا فقراتنا كتيرة جداً ومهمة جداً خليكوا دايماً معينا مع سلحتك بالظلم جهازنا المناعي هو المسؤول الأول عن الوقاية من جميع الأمراض وضعفه لمسببات عديدة أهمها نقص بعض المغزيات من معادن وفيتامينات خصوصاً الزينك والنحاس واللي يقوموا بدور مضاعف لما بيجتمعوا مع بعض وبيقوي كل واحد منهم تأثير التاني في عملية رفع المناع بالإضافة للزينك والنحاس فيه كمان بيتامين سي اللي ليه دور مهم في تقوية المناعة عشان كده بننصح بتناول مكمل الب ملتيفيت المكمل الأشمل والأقوى واللي بيحتوي على أهم 13 عنصر بيحتاجهم جسمك وده لأنه بيغطي احتياجك اليومي من الزينك واللي بيقدر بحوالي 24 ميلي جرام تقريباً بالإضافة للنحاس اللي بيعمل كداعم قوي للمناعة كمان بيحتوي على 500 ميلي جرام من فيتامين سي قلب ملتيفيت ست فوايد في قرص واحد دكتور حسامة ديب استشار الروماتيزم والأمراض المناعية اهلا بكم وفقرة صحية جديدة من برنامجكم صحياتك بالدنيا سعيدة جداً يا جماعة انا بيكون معاكم وكل يوم بنتعرف مع بعض على واجبات صحية مكوناتها سهلة ومفيدة قوي بس دايماً أكتر حاجة بتبقى شغلة البنات والولاد والكبار والصغيرين هي إزاي نخس بطريقة سهلة وسريعة فعادةً بيجي لي أسئلة هل الصلطة دي بتخسس؟ هل هخس بسرعة؟ طيب يا جماعة وفي كده احنا نخس بسرعة دي لازم نشلها من دماغنا شوية احنا ما تخناش بسرعة علشان نخس بسرعة كل جسم كمان ليه ظروفه كل شخصية لها قدرتها في التحكم في شهيتها لها قدرتها على تنظيم معيد أكلها يعني لو أنا مثلاً شفت الشغل بتاعي بالليل طب أنا هجوع بالليل لو أنا بينام الصبح مش هجوع الصبح لو أنا العكس فاحنا مش حياتنا مش زي بعض طبيعة جسمنا مش زي بعض طبيعة جسم طبيعة تعامل جسمنا مع الأكل نفسها مش زي بعض إنه يكون دهون إنه يحتفظ بالعضلات كل حاجات دي بتختلف من شخص للتاني عشان كده احنا بنحاول على قد ما نقدر إن احنا نقدم لكم كل المعلومات والوصفات الصحية اللي تشجعكوا على إن انتوا تمارسوا حياة متوازنة ندخل في أكلنا أكتر سلطات ومشروبات الحاجات دي هتفرق معنا بس لو جاينا نتكلم على حاجة سهلة تخلينا نخس هنلاقي في حاجة معروفة دلوقتي إلى حد ما وهي الصيام المتقطع الصيام المتقطع هيساعدنا إن احنا نخس مش هقول لكم بسرعة بس هيساعدنا إن احنا نخس بسهولة لأنه الميزة فيه إن هو نقدر نعمله في البيت وإن هو لو إحنا ما عندناش أي أمراض مزمنة ده هيكون آمن جدا علينا في العادي يا جماعة الصيام هو عادة صحية سليمة جدا بس الصيام المتقطع صحي ومفيد ومريح وآمن جدا جدا لو إحنا ما عندناش أي أمراض مزمنة وأحلى حاجة إن إحنا هنأكل أكل اللي إحنا عايزينه بس لو إحنا بقى عايزين نخس بسرعة وده اللي إحنا قلناه في أول الحلقة يبقى لازم نلتزم بالأكل اللي إحنا هنأكله في فترة الأكل بتاعت الصيام المتقطع إنه يكون خفيف وإنه يكون صحي ونبعد عن الأكل اللي إحنا عارفين إنه هو بيتخنى فميزة الموضوع إن أنا مش أحدد لك مش أقول لك هتاكل معلقتين رز أو ربع معالق فول أو ربع رغيف عيش بلدي أو نص فرخة أو ربع فرخة أو سمكة مش أحدد لك تاكل النهاردة ولا بكرة ولا بعده إنت اللي هتحدد هتاكل إيه؟ في الوقت اللي إنت عايزه بالكمية اللي إنت عايزها عايز تاخذ بسرعة يبقى هتزبط الكميات وهتزبط النوعيات وهنزود الميا شوية مش عايز تخيص عايز بس تحافظ على وزنك وتسبت وزنك ساعتها تقدر تاخد صعرات أعلى شوية عايز إن إنت تبقى بتتبع نظام علشان صحتك تبقى أحسن وعشان جسمك يبقى بيحرق دهون أحسن وعلشان منعتك تبقى أقوى يبقى ساعتها برضو هتعمل السيوم المتقطع خليني بقى أوضح لكم إيه هو السيوم المتقطع السيوم المتقطع ده نظام غذائي من أهم مميزاته إن إحنا بنحدد الوقت اللي إحنا هنأكل فيه خلال اليوم يعني أنا مش أحرم نفسي من حجة وعلى حسب أنا طبيعة شغلي وطبيعة حياتي عاملة زي يعني إيه؟ يعني لو أنا دلوقتي صحيت الساعة 8 صبح ودخلت أكل يعني حلاص أخدت أكل الساعة 8 صبح يبقى أنا هحسب بقى من بعدها 8 ساعات وهوقف أكل فإحنا دلوقتي هنختار 8 ساعات من اليوم 8 ساعات دولهم اللي هنأكل فيهم واجبتين أو 3 و16 ساعة من اليوم هم اللي هنصرف فيهم مشروبات من غير سكر ولا لبن الموضوع هيختلف على حسب أنت بتصحى الساعة كم لو أنت النهاردة مثلا ففرح فأنت أكلت الساعة 2 بالليل مش هنصحى تاني يوم بقى أكل الساعة 7 صبح ولا 8 صبح هحسب بقى من 2 بالليل دي من 2 ل 2 تاني يوم زائد 4 ساعات فساعتها أأجل الأكل مش هاكل قبل الساعة 12 1 2 3 الظهر أو العصر يعني أدي فرصة الجسمي أنه هو ياخد طاقته من الأكل اللي أنا لسه واكله أنا لسه أخد أكل الأكل ده جسمي هيفضل ياخد منه طاقة لمدة 12 ساعة بعد كده في ساعتين كمان 14 ساعة هياخد من مخزون تاني في الجسم في آخر ساعتين اللي هما من 14 ساعة ل 16 ساعة سيوم ساعتها الجسم هيبدأ ياخد الطاقة بتاعته من أنه هو يقصر الدهون فهنلاقي أنه مقاساتنا بتتغير مش بس أنه شكلنا مش بس أنه ميزان بتاعنا بتغير لأنه معظم الوقت بنعمل أنظمة غذائية بنهتم قوي بموضوع الميزان وإحنا يا جماعة بنكون خسرنا عضلات وخسرنا مية وما خسرناش دهون فميزة السيوم متقطع أنه إحنا هنقدر أنه نخسر دهون وأسهل حاجة لأغلبنا أنه إحنا نعملها أنه إحنا لما هنصحى هنفطر وهنحسب 8 ساعات وبعدين نوقف أكل فغالباً مش هنتعشى أو هنأخر الفطار شوية وده بيناسب أغلب الناس وبيشجعنا كمان أنه إحنا نشرب مية كتير وعلى فكرة مفيد جداً للناس اللي عندها مرض السكر لأنه مضادة بيزبط لهم حساسات الإنسولين بس فيه حاجات مهمة جداً لازم نعملها أول حاجة أنه إحنا نحاول نتجنب تماماً السكريات بأنواعها نحاول نقطر من الفكهة من الخضار من البوكوليات ناكل بوتينات ما فيهاش دهون كتير ناكل السمك ناكل صدور الفراخ ناخد الدهون بطريقة صحية ناخد زيت داتون مكسرات كل الحاجات دي هتزود حرق الدهون عندنا نبعد تماماً يا جماعة بلاش أكل أي وجبات إحنا عارفين الوجبات دي دسمة أو تقيلة الحاجات دي برضو هتلغبط لنا الدنيا شوية تاني حاجة إن إحنا في النص نحاول ننشط نفسينا شوية إن إحنا نعمل حرقة نعمل حتى التمرين تنفس نتمشى في البيت ننزل نتمشى في الشارع يعني نطلع السلم وننزل الموضوع ده بيساعد السيام المتقطع إنه يكون بطريقة أحسن ونحاول إن إحنا من وقت للتاني الموعيد اللي إحنا اخترناها التمن ساعات دي نغيرها مش غازم موعيد معينة بس كل ما إحنا بنتول فترة الصيام من 15 إلى 16 ساعة ممكن 17 ساعة هنبدأ نلاحظ نتيجة وهيفرق معنا قوي صيام متقطع في الأغلب آمن جدا إلا لو حد عنده أمراض مزمنة ساعتها بيبدأ إنه صيام متقطع يتعيبه شوية لكن الميزة فيه إنه بيحول جسمنا اللي محرق الدهون جسمنا بيبدأ يتخلص من دهون كتيرة جدا بيبدأ يحافظ على العضلات فجربوه وبقولولي النتيجة بتاعته ولو عايزين تسألوني أي حاجة تانية عن الصيام المتقطع اسألوني ولسه هنتكلم عنه أكتر في الحلقات اللي جاية بس خلوني في حلقة النهاردة عملكوا وصفة صحية يعني هتاكلوا الوصفة دي مع التباع النظام الصيام متقطع هتفرق معيكو جدا إحنا في حلقة النهاردة هنعمل وصفتين الوصفتين لوزاز قوي هنعمل عصير عصير فراش كده وطعمه حل وجديد هيبقى فيه نعناع وهيبقى فيه تفاح وهيبقى فيه عسل وهيبقى فيه كاركا دي وعادة مش بنفتكر الكاركا دي غير في رمضان بس نحاول ان احنا الصيف دا ندخله في وصفتنا وهنعمل صلطة بقى بصوا بقى الجميل يبصوا الانجريديونس بتاعتها كثيرة وحلوة وهي أكلة كده طبق كامل متكامل في كل العناصر الغذائية دي ممكن تاكلوها لوحدها وجبة غدى ومش تاكلو اي حاجة تاني يلا بينا بقى نعمل صلطة الكينوة الصلطة دي يا جماعة وجبة كاملة متكاملة هنحتاج فيها كينوة وهنحتاج خص هنحتاج طماطم شيري او عادية هنحتاج فيها خيار فلفل الوان بصل اي توابل انتو بتحبوها بتفرق برضو مع الصلطة دي لان الكينوة هي تطبر ملهاش طعم قوي هنحط فيها بقى في الدراسنج بتاعها هنحط برضو فيها زتون اسود في الدراسنج بتاعها هنحط خل وزيت زتون هنحط مص طردة يفضل دي جن ببقى طعمها لزيز اللي بقى فيها حبوب الخردل سليمة وهي صحية اكتر هنحط لمون مع زعتر وروزميري وهنحط كركم مع بصل باودر وتوم باودر والمالح والفلفل حاجة الدراسنج كتيرة شوية بس طعمها حلو لانه الكينوة بتشرب الدراسنج فبنكتر الدراسنج بتاعها هنحط حاجة بسيطة بصل باودر وهنحط توم باودر الحاجات دي يا جماعة مع الكينوة مهمة جدا جدا علشان تخلي طعمها واضح كده ولزيز هنحط شوية زعتر شحط من الروزميري كتير واتأكد بس ان انا مكسراء كده هو كده كده هيترى مع الدراسنج حط حاجة بسيطة قوي برضو بيدي طعم فراش كده والكركم ده انتو مش متخالين مفيد قد ايه للمناعة وفي الدراسنج ده مع الكينوة مع الجزر ساري مع الخيار بيبقى طعمهم حلو قوي والكركم ده من الحاجات اللي احنا بننساها بسهو فعلا مفيد قوي وفي الدراسنج مش بيبقى طعمه اوضح حاجة هنحط زيت الزتون هقطر زيت الزتون شوية لانه الكينوة زي ما قلت لكم بتشرب الدراسنج خل عادي خل تفاح الخل بلسامي وردو هيبقى لديز عليها بس يفضل خل عادي لانه احنا فيه فلايفرز تانية كتير قوي في السلطة دي هنحط بقى ديجن ماسترد كتير شوية هنحط حوالي معلقة كبيرة من الديجن ماسترد وبعد كده هنحط اللمون والملح والفلفل الدراسنج خطير 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 وطعمه بجد حلو قوي متأكد ان السلطة ديج كله هيجربها هيقض بقى يبقى لنا يقول لنا السلطة ديج في حتة تانية خالص كالعادة طبقات والاعشاب كده جول عندوكوا اعشاب ايطالية ميكس جاهز برضو وتحطوها بتبقى لذيذة قوي الدراجة دي على فكه هتحرك العضلات برضو هتبقى لذيذة انا عادة بناتين بيبقوا معايا في المطبخ وما بيحبوا الخطوة دي جده تأكدوا بس ان البرتمان ايه يكون بيتقفل كويس خلاص كده ده الشكل بتاع الدراثينج وهو جاهز عندنا نجيب طبق السلطة ونبدأ نميكس نميكس ونستمتع بقى بسلطة بجد فراش قوي وحلوة قوي 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 كده يلا هنبدأ نحط الخاص بتاعنا هنخط بقى كل الحاجات وزي ما قلتلكم السلطة طول ما انتم مجهزين كل حاجة جماعة الباقي بيبقى لو احنا بنلعب احنا بالزبط بنلعب وتقطيع السلطة وان احنا نجهز حاجة السلطة موضوع ده بجد انا عن نفسي تقطيع حاجة السلطة ده بيريحني كده نفسيا نعمل كده عايز بس الخاص يبقى باين شوية ديها تقليب انا هننزل الكينوة كلها وبعدين نقلب نقلب تقليبه كده عشان خاص يبقى باين اوكي وبعد كده هنحط بقى مش هحط البصل ده كله وعدادا عن السلطة برضو ميزة من مميزات السلطة عن اغلب الوصفات وشتانية انها مش هزم المقادير بالزبط مش هزم الكميات بالزبط الحاجات اللي موجودة في المطبخ ممكن حاجة تتحط مكان حاجة والاي مفيش فلفل الوان نحط فلفل عادي الناس تحب الحاجة حرقة تحط حاجة حرقة عندنا طماطم عادية الحاجة اللي موجودة بس الفكرة ان احنا بنحاول ننوع نديكم افكار بس السلطة دي بقى اللي عملتها بالزبط بالزبط كده دي بقى اللي انا اضمنها لكم ان هي فازيعة ننزل كل الالوان كده بقيت موجودة ننزل بقيت بعد كده احنا سوفور كده خلصنا هننزل الزتون الاسود وبعد كده كالعادة خطوة الدراسينج هي اكتر خطوة مبهجة في الحقيقة لو عندكم بزور كتان بزور قرع عسل لو عندكم شية سيدز برضو بزور الشية وعايزين تستخدموها حطوها بقى في الدراسينج علشان تلحق ان هي تشرب من الدراسينج وتنفيش كده فاتحسسكو بالشبع ونحط الدراسينج تدا احلى خطوة ننزلنا الدراسينج بتاع السلطة كله بتحتاج دراسينج عشان تحبوها لازم تكونوا يعني محلينها كده ايه سلطة شبعينة بس كده خلصنا نحط بس شوية شيري توميتوس كده على الوش في النص يبقى شكلها لازيز وبكده احنا خلصنا اول سلطة وهي سلطة الكينوة السلطة دي بقى تحطوا عليها سالمون تحطوا عليها فراخمة شوية تحطوا عليها جنباري تحطوا عليها اي حاجة انتو عايزينها هي سلطة لازيزة طعمها حلو اوي 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 تعمها كده فيها كرنش بتاع الخاص الكوركم كده مع الخيار مع الزتون الاسود مع الكينوة على فكه بتدي كرنش كده برضو لازيز وهي الحبوب بتاعتها مع الخردر بتدي كده بتقليف التعم كابت واتدي في حتة تانية جربوها انا متأكد انها متأكد ان انتو هتحبوها اول تعالوا بقى نتكلم عن فوائد صلاتة الكينوة تعالوا في البداية نعرف ايه هي الكينوة بالضبط علشان الناس اللي ما تعرفهاش واول مرة تسمع عنها الكينوة يا جماعة من الحبوب اللي ظهرت في الفترة الاخيرة على القائمة الغذائية مش كل الناس عارفينها بس هي من الحاجات اللي صارتها الحرارية مش قليلة ومش كتيرة بس تعتبر قليلة مقارنة باي حاجة تانية هتكون من زي مثلا مقارنة بالرز مقارنة ممكن نقول ان هي والبرغل والفريق والحاجات دي هي تعتبر صحية اكتر غنية بالالياف اكتر كمان مشبعة اكتر سعراتها الحرارية اقل من الرز والمكارونا والحاجات التانية هي تعتبر يعني عشرة في المية من وزنها وهي مطبوحة عبارة عن الياف مليانة فيتامينات مليانة معادن مهمة جدا نصحة الجسم غنية جدا بالمغنيزيم بالزنك بالنحاس بالحديد بالفوسفور وكمان بتحتوي على الكاربوهايدريت المعقدة اللي احنا بنقول عليها ان هي مهمة جدا لو احنا عايزين نخص مليانة الياف غنية بمضادات الاكسادة المهمة جدا لوقاية جسمنا من الالتهابات كمان غنية بالفولت اسد وليها فوائد تانية كتير وبجد طعمها حلو جدا دي رقتي بقيت متوفرة وفي منها المصري والمستورد واسعارها بقيت منطقية جدا والالتزام على طبق سلطة زيدة بجد هيقوين من مشاكل كتيرة وهيحسن من اداء الجهاز الهضمي عندنا وهي من الحاجات النباتية الكويسة جدا كمضادة للالتهاب وان هي غنية بأميجي ثري حلو جدا نصيحة القلب غنية بحاجات كثيرة جدا وفي الآخر هتزبط وزننا وتزبط لنا مستويات سكر في الدم تزبط الكوليستيرول عشان الالياف كمان اللي فيها فهي وجبة كاملة متكملة وفي نفس الوقت مليانة عناصر غذائية حلوة جدا ومفيدة جدا للناس اللي عندها الترباط في الجهاز الهضمي عندها مشاكل فالامساك عندها حسين منعتنا ضعيفة ومحتاجين حاجة تدينا كده تدينا حسين بالإعياء مثلا طبق صلطة زي ده كامل متكامل وتعمه حلو قوي 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 اتمنى ان انتو تجربوه متأكد ان هو هيعجبكو ودلوقتي يلا بقى ندخل على العصير اللي احنا هنعمله النهاردة وعصير النهاردة مختلف فيلا بقين بصوا يا جمعة احنا النهاردة هنعمل عصير لذيذ اوي 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 وصيفي كده ويعني عارفين لما تبقوا اكلين اكلة يلا مش مشكلة تقيلة شوية بس عايزين بعدها ناخد حاجة بدل ما ناخد بقى مياه غزية بدل ما ناخد حاجة تضرنا في عصير هناخد فيه الياف في حاجات مفيدة هيزبط لنا صحة القلب هيزبط لنا المناعة وفي نفس الوقت تطعمه سباركلي كده اللي هو برضو فراش وعشان نبدأ ان ينافس بقى الحاجات اللي هي فيها سكر كثير وممكن تبواز لنا جسمان هنبدأ بمكونات العصير ده العصير ده معمول بالكركدي كلنا بننسى الكركدي وبنفتكره فرمضان بس هو معمول بالكركدي ومعمول بنانع الفراش وممكن تعمله بفراولة بموز بتفاح اخدر بس هو بالفراولة وتفاح الاخدر بيكون لذيذ قوي وبنحط عسل نحل ومياه فوارة ودلوقتي بقى فيه مياه فوارة انواع كثيرة قوي هنستخدمها وفي المجمل العصير ده مفيد صورات الحرية منطقية جدا جدا هدينا احساس السباركلينج ده اللي هو في البطن كده نحس باللي انت عايش فيلا نعمله مع بعض هنبدأ نجهز الخلاط ونحط مكونات العصير انا ده الكركدي حطيته في مياه سخنة كركدي نفسه مطحون ناعم قوي 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 استخدم الاوراق زي ما هي ما تقلقوش اصلا مش هتحسوا بيها وكالعادة لو عايزين تصفوه تقدروا تصفوه اتخذوا بالكو بس عشان بقع الكركدي بتزعل فناخد بالنا بعد كده هننزل التفاح اصلا شكل التفاح الاخدر كده مع الكركدي لوحده يعني انتم ممكن على فكرة في العصير ده اقول لكم على فكرة لذيذة قوي انتم تقطعوا التفاح الاخدر صغير اوي اوي من غير القشر صغير اوي يعني كده تقعدوا تتسلوا وبدن ما تعملوا العصير كله هتحطوا النعناع مع الكركدي مع الميا الفوارة مع عسل النحل تحطوا التفاح الاخدر سليم كده هيعوم على الوش ويدي كرنش وهيبقى طعمه لذيذ اوي 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 يلا بينا هنحط نعناع مش لازم نعناع كتير خلاص كده حطنا وهنحط ميا فوارة بصوا طوران طعمها اصلا ريحته بجد ريحت النعناع مع الميا الفوارة مع الكركدي لذيذة جدا خلاص هزود بس شوية ميا ونزود عسل نحل هتزود وبقى عسل النحل وطبعا كالعادة يعني انه لازم نستغنى عن السكر بجد يعني نحن نعمل عصير وبقى نروح حطين سكر كاكة اننا فعلا ما عملناش حي ففي بداية للسكر كتيرة جدا في انواع سكر كتيرة دلوقتي صحية بس طبعا انا بالنسبالي عسل النحل الميبل سيرب برضو دلوقتي موجود انواع السكر الصحية اللي موجودة كل ده هيقنين عن ان نحن نبقى بناخد سكر كتير من السكر من السموم البيضاء والملح كل الحاجات دي لازم نحن نحاول الملح نقلله في اكلنا السكر ما ينفعش يبقى اساس اكلتنا عشان حياتنا كانت بصحية يلا نبدأ كده خلص خلص خلصنا يلا بنا نصب مع بعض وخليني اكلمكم عن فوايد الكركا دي وفوايد المشروب ده عموما لانه مشروب لازيز وخفيف يلا بنا كالعايدة مش بحب اصفي العصير بس اللي تحبوه وزي ما قلتكوا لو قطعتوا احوشت نفسي انا حسب واحدة بس ولا ايه خلاص صبتا الآن الآن خلاص الحمد لله تمت المهمة بنجاح خليني أكلمكم عن فوائد العصير ده لأن الكركدي ونعناع كل واحد فيهم ليه فوائد كتير جدا له صحة جسمنا فدخلوا بقى لما الاتنين هيجتمعوا في عصير واحد فخليني الأولى أقول لكم على فوائد الكركدي الكركدي مشهور بحاجة أنه بيزبط ضغط الدم لكن الحقيقة أنه مش هي دي بس فايدة الكركدي أولا أغلب الحاجات اللي هي لونها أحمر احنا قلنا أن هي حلوة جدا لأنها غنية بمضادات الأكسادة الكركدي حلوة جدا لمرضى السكر وده وفقا لدراسة علمية بتقول أن الكركدي بيتمايز بتأثيره اللي هو بيزبط حساسية الإنسولين مع الالتزام عليه وطبعا لما هناخد حاجة الكركدي يندخلوا في حاجة أو نشرب كركدي وإحنا هطين عليه سكر يبقى إحنا كده ما عملناش أي حاجة ومرضى السكر مش هيستفيدوا من أي حاجة كبار وصغيرين ساعتها هيستفيدوا من الكركدي في تصبيت السكر في تصبيت الضغط في تصبيت أي حاجة لو بعيدنا عن السكر مفيد جدا كمان للناس اللي عندها سرطان سد لو التزمنا على مشروب الكركدي ده خصوصا لو أخذناه مع النعناع وضادات أكسادة كتير فيتامينات ومعايدن الناس كمان اللي بتاخد علاج كماوي الموضوع بيفرق جدا في صحتهم بيخلي صحتهم أحسن بيديهم طاقة ومعروف عنه أنه بيقلل من مضعفات أو تطورات تأثير العلاج الكيميائي على الجسم بس يا جماعة ده غير أنه الكركدي مع النعناع دول حلوين جدا لو حد عنده نزلة برد لو حد حاسس أنه هو محتاج أنورجي كده لتنين مع بعض حلوين ميكس لذيذ طعمهم حلو جربوا العصير ده وبقولولي رأيوكو فيه وعملنا النهاردة كمان صلطة الكينوة الصلطة دي حلوة وفراش وزي ما قلتلكو وجبة متكاملة أتمنى أنه حلقة النهاردة تكون فيها معلومات لذيذة وصفات عجبتكو أتمنى كون شجعتوكو أن أنتو تبدأوا حياة صحية تدخلوا مشروبات صحية وصلطات في اللايف ستايل بتاعكو وهستنى تبعتولي أسئلتكو تعليقاتكو استفساراتكو الوصفات اللي عايزين نعملها على صفحة فيسبوك صحتك بالدنيا وشوفكو في حلقة جديدة موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة